الارتفاع معدلات البطالة في النمسا إلى 9.9% في يونيا بسبب الركود الاقتصادي وده يمكن بناء على الارقام الصادرة من سوق العمل النمساوي ومكتب العمل الام اس اللي قال ان ارتفعت في شهر يونيا تم تسجيل 338.051 شخص كعاطلين عن العمل او كمتدربين انا شايف ان في عملية خلط او عدم توازن عندنا ارتفاع في البطالة وعندنا نقص في العمالة يعني ازاي الاتنين يمشوا مع بعض يعني انت في جميع الاتجاهات بتلاقي كل محل يعني انت تدخل اي مكان دلوقتي هتلاقي فيه يفطة محطوطة بيبحثوا عن الموظفين دي النقطة النقطة التانية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل نعم يعني لا يعني انه يوجد بطالة يعني ان تحقق يعني انه باعتبار فيه يوجد طلب للموظفين بالتالي استاذ مدوح هنا يعني بصراحة هذا الرقم يعني بصراحة موسف للغاية ويزداد يوم بعد يوم طبيعي يعني اكيد ان حالة التضخم وافلاس العديد من الشركات بالفترة الاخيرة شركات كبرى افلست في النمسا وفيها الاف الموظفين استاذ مدوح يعني وهذا الشيء حتما يساهم بانعاش هذه الارقام طعم خبرة وصغرة اضف على ذلك ان طلب الموظفين المهرة اختصاصات معينة غير موجودة بين العاطلين عن العمل اضف على ذلك التعقيدات التي يضيفها مكتب العمل وما الى ذلك وما غيرهم لاشخاص مختصين باختصاصات معينة ولكن ليس لديهم الاسبات الورقي المحدد انه شهادة وكذا عندهم خبرة بيقول لك لا بدنا ورق بدنا اسبات بدنا كذا فبتلاقي كتير اشخاص مختصين باختصاصات هامل الغاية وقاعدين في منازلهم بس انا شايف انه ما فيش تنصيق هنا يعني هنا ينقص الحالة التنصيق بين سوق العمل نعم ومكتب العمل ما فيش تنصيق بين الاثنين عشان يقدر حتى يقدر سد الفجوات خلينا نسميها يمكن فينا نقول ليست موضوع تنصيق لانه سوق العمل ويعني ما رفع اصدق سوق العمل وكتب العمل هو في حالة ازدواج يعني في حالة اندماجها هو مندمج مع بعض البعض ليس شيء منفصل عن اخر ولكن الحالة البيروقراطية المبالغ فيها احيانا بالاعتراف في بعض الشهادات بالاعتراف في بعض الاختصاصات يعني هذا الذي يساهم بصراحة ان كان بزيادة العاطنين عن العمل او زيادة في البحث عن المؤهلين والعمال المهرة في بعض الوظائف فبالتالي اعتقد ان مكتب العمل يحتاج الى يعني نوع من البرامج الجديدة التي تعمل على الاستفادة من العاطلين عن العمل الموجودين على اراضيها بشكل افضل يعني نتمنى ان يكون هناك يمكن في الايام المقبلة والصيف وزيادة السياحة يكون هناك عملية حل حلة في موضوع البطالة نتمنى